ومما تجب ملاحظته في هذه الآية الكريمة أمران الأول أن وصف هذه الأمة بأنها خير الأمم هو تكريم إلهي لا حدود لشرفه وعزته ومنعته وهو منزلة عليا يجب على الأمة أن تعضى عليها بنواجدها قدر ما تستطيع في كل زمان ومكان وأن تعي جيدا أن الآية الكريمة واضحة وضوح الشمس في أن خيرية هذه الأمة على غيرها مشروطة بالتزامها بممارسة الأمر بالمعروف وتطبيقه والنهي عن المنكر واجتنابه والإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر مما يعني أن الوصف بالخيرية هو نتيجة مهمة معينة وثمرة دور محدد وليس هو مكرمة قومية ولا عنصرية ولا عرقية وكيف والأديان الإلهية والرسالات السماوية كلها مطبقة على أن الناس سواسية كأسنان مشت وأن الشعوب لا تتفاضل فيما بينها إلا بمعيار واحد وحيد هو عمل الخير لصالح الإنسان والإنسانية ثم هم بعد ذلك متساوون في المنزلة والقدر يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى وهذا هو فرق ما بين تكريم الأمة الإسلامية وبين دعاوى التكريم الأخرى لبعض من الأمم أو الشعوب التي لا تزال تؤمن بأن الله اختارها من بين سائر الشعوب لا من أجل نفع الإنسانية وخيرها ولا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن من أجل عنصر هذا الشعب وفصيلة دمه وانتقاء الله إياه من بين سائر الشعوب إلى آخر هذه الأوهام التي أصابت أصحابها بفقدان حاسة الشعور بالآخرين والشلل التام عن القيام بما يجب عليهم من المسؤولية الخلقية وإملاءات الواجب ونذاءات الضمير وشجعها على التمادي في الظلم والطغيان وأغراها بالعدوان على الآخر باسم الدين والرسالات الإلهية الأمر الثاني هو أن الآية الكريمة صريحة وقاطعة في أن خيرية أمة المسلمين على باقي الأمم مشروطة بما تقدم من بذل الطاقة للدفاع عن الخير والتصدي للشر فيما بين أبنائها ورعاياها أولاً ثم حيثما كانت وأينما وجدت وأنها انتخلت عن هذا الدور العالمي فإنها لا محالة ستسقط كما سقط ويسقط غيرها من الأمم والدول والشعوب التي تتنكر لوعد الله وتلقي به وراء ظهورها هذا وإنما نلمسه اليوم من ضعف هنا أو تهاون هناك حيال دعوات الإلحاد والانحراف عن صراط الله المستقيم والتي يهب سمومها على المسلمين من وراء البحار من غرب ومن شرق له جرس إنذار لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ترجمة نانسي قنقر